يبدو أن تسمية بطولة الخليج العربي 25 لكرة القدم الجارية حالياً في مدينة البصرة أزعجت إيران التي تحاول تعزيز هيمنتها على العراق بأي شكل كان لسيما في هذا الوقت الذي تسعى فيه للخروج من أزماتها السياسية والاقتصادية اتحاد كرة القدم الإيراني قدم شكوى إلى الفيفا بسبب استخدام اسم بطولة كأس الخليج العربي فيما استنكر وزير الرياضة الإيراني حميد رضا سجادي استخدام اسم الخليج العربي على الصفحة الرسمية لرئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم جيان إمفانتينو مع أن الإسم رافق هذه البطولة منذ انطلاقتها عام 1970 بل وصل الأمر إلى أن أعضاء البرلمان الإيراني أدانوا استخدام عبارة الخليج العربي في البطولة وطلبوا حكومة السودان بالاعتذار رغم أن الأخيرة لم يتلفظ بالعبارة أصلا في أرض العراق أرض الرافدين في البصرة الفيحاء في هذه البطولة صحيفة نيويورك تايمز قالت أن إيران تصر على إطلاق اسم الخليج الفارسي على الخليج العربي حيث حضرت المطبوعات التي لا تستخدم هذا الاسم وإصرارها على تسمية الخليج بالفارسي يشير إلى عصبيتها القومية وحجم عدائها لدول المنطقة الفوضى التي رافقت افتتاح البطولة عكست سوء التنظيم والتحضيرات فيما ذكرت مصادر مطلعة أن عدد الذين دخلوا دون تذاكرة نتيجة التدافع بلغ نحو تسعة آلاف شخص البطولة التي بلغت تكلفتها نحو ستمائة مليون دولار ليس ببعيد عنها يقطن الفقراء في العشوائيات التي تفتقر إلى أبسط سبل العيش الإنساني مع انتشار الأمراض والأوبئة فقد بلغت تكلفة نصب الجدار الذي غطى تلك العشوائيات بقرب ملعب الميناء نحو خمسة وأربعين مليار دينار بصفقة فساد لصالح أحد المقربين من محافظ البصرة التقارب العربي العراقي حتى وإن كان في مجال الرياضة لا يروق لإيران التي تحاول طمس هوية العراق والبصرة غمن سياسات إيران التوسعية على حساب دول المنطقة إلا أن البصريين عبروا عن حبهم لمحيطهم العربي وفرحتهم به وتمسكهم بعاداتهم وتقاليدهم الأصيلة في استقبال الضيوف وإكرامهم ترجمة نانسي قنقر